أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان رح أتكلم عن موضوع كتير كتير مهم عن الكلام الظاهري أو الكلام في الخفاء وأنا بتكلم عن الكلام اللي بيقتل اللي بيدمر اللي بيجرح سواء في العلني سواء في الخفاء لكن أريد أن أعبر عن الطريقتين بالكلام قال الرسول يعقوب اللسان نار عالم الإثم يدنس الجسم كله يضرم من جهنم تخيل هذا العضو الصغير شو ممكن يعمل بيدمر شعوب بيدمر أمم بيدمر بيوت بيدمر زواجات بيدمر أولاد طبعا إذا كان كلام جارح أو كلام سلبي من ناحية أخرى بيبارك وبيبني شعوب أخرى هذا اللسان بحسب يعقوب ثلاثة ممكن تلعن وممكن تبارك أيضا والكتاب بسفر الأمثال مليء بالأمثلة كثرة الكلام لا تخلو من معصية بعدين في أمثال 15 واحد بيتكلم عن أنواع الكلام واحد الكلام الموجع يعني هذا ممكن يكون الكلام الظاهري كلام بوجع كلام بحطم كلام بيقلل من القيمة كلام بيحبط كلام سلبي كلام يعني كله تجريح تعيير طبعا هذا الكلام اللي في الظاهر يمكن منشوفه ومنسمعه مع أنه في نفس الوقت خطر وخطأ اللي هو مثل ما ذكرت كلام التقليل عم بتقلل من أهمية أو قيمة الشخص التصغير أو التحقير أو التعيير الكلام الغاضب الغضب والصخط السريع الكلام السفيه الكلام النكة البيخة النكة المحطمة أو النكة النجسة والمظلمة لكن الأخطر أحبائي هو الكلام اللي في الخفاء الكلام اللي في الخفاء تعبر عن هوية وشخصية الإنسان تعبر عن كل الكيان الكلام اللي في الخفاء هو بتعبر عن يعني طبيعة الإنسان الوحشية الفاسدة المظلمة والملوثة أيضا منها مثلا اللسان الكاذب والأخطر عندما يتخفى طبعا بمظاهر الدين أصعب شيء إنه فيه لسان كاذب لكن مغلف بالدين بمظاهر التدين فيصبح الكذب لغة والكذب يصبح أسلوب حياة تتخلص من المواقف وتبرر دينيا هذا خطر جدا لأن الله يرى القلب وكل شيء عريان ومكشوف أمام الله اللسان الكاذب الكلام الغضب احنا تكلمنا عن الغضب السريع لكن فيه الغضب المختزن اللي فيه مرارة بركان ثائر من جوه فيه غضب وغيز وحقد ومرارة وحسد وكرهية كله مثل بركان ثائر من جوه على وشك الانفجار حتى لو منفجر بيدمر الإنسان من جوه بيدمره كليا بعدين كلام الرياء المرائي هو الشخص الممثل وهي النوعية أكترها المتدينين للأسف اللي هاجمها الرب يسوع عندما كان يقول يا مرائي أو أيها المرائين فكان عنده مشكلة الرب مع المرائين اللي بوشك بيحكي شيء وفي يعني في خلفك بيحكي شيء آخر كلام بطال كل كلمة بطالة سوف تعطون عنها حساب يعني الكلام فعلا اللي مش عم بيبني مش كلام المنفعة مش كلام البنيان كلام النقد اللازع الكلام اللي البطال اللي فيه تشويه وفيه تحقير وفيه كذب أيضا وكمان مشكلة الكلام الملق عارف الشخص اللي بيتملق مكتوب الفم الملق يعد خرابا في أمثال 26 ثم ماذا عن الكلام السلب الكلام اللي بنحكيه يمكن لأولادنا لبناتنا لعائلاتنا للأشخاص الآخرين كله كلام سلبي ثم أيضا في الكلام اللي في الخفاء هو كلام النمام اللي بيزرع النميمة كلام النمام مكتوب مثل لقم حلوة فينزل إلى مخادع البطن مكتوب أيضا وحيث لا نمام يهدأ الخصام برضو أمثال 26 اللي عاوز أقوله إن الكلام اللي في الظلمة في الخفاء يدمر الشخص نفسه ويدمر آخرين معاه يا ما أجمل الكلمة في سفر أمثال بتقول أما الضابط الشفتين عاقل يعني زكي صاحي ناصح يعني فهمان عنده النصح الإرشاد والاتزان والتعقل اللي بيطبط شفتي صلى يعني المرنم أن يحط حارس على شفتي إذا كان الكلام الظاهري جارح شو ممكن أنا أعمل أعمل عدة أمور أول شيء لازم أغفر لنفسي وأغفر للآخرين لأنه إن لم أغفر لا يغفر لي أبوي السماوي ولازم أغفر أنا عشان أتحرر وعشان أشفى داخليا أطلع أنا من السجن المقيد نفسه فيه فأنا محتاج أنه أغفر بعدين صلي مكتوب صلو لأجل الذين يسيئون يسيئون بالكلام يعني كلام الإساءة وبعدين لما بتسمع في وجه كلام يمكن تقليل أو تقبيح تعرف إيش أسهل طريقة تعلمتها ابتسم بواجه الشخص أعطيه ابتسامي بس مرات يمكن لازم تواجه الشخص وتسأله ليه يعني ليه مكتوب اللسان اللين اللسان الحلو هيك الحلوة يكسر العظم يا على الألسنة الحلوة اللي فعلا يعني بتمنع الخصام وبتمنع أي حقد أو كراهية أو خصام بل بالعكس بتجيب الأمور الإيجابية لحياتك الأشياء الظهرية إحنا شايفينها اللي بيحكي أو بواجهنا وبيحكي ضدنا أو كده دايما فيه أسلوب بالرد عليه نغفر منصلي منبارك منبتسم لكن برضو لما بيكون الرد شو بيقول الكتاب ليكن كلامك مملح عارف مثل البهارات بتعطي طعم طيب للأكل بتذكي الأكل بتعطي طعم طيب هيك الإنسان اللي كلامه حلو بتعرف أصعب شيء إنه إنسان يقعد مع شخص يعني عنده جوانب جارحة كل ما بتصطدم فيه دايما بتتجرح بتتجرح بكلامه بتتجرح بشخصيته في ناس طبيعتها قاسية ما بترحم ما بترحم دايما كلامها قاتل لازع اسمحولي أقول كلام سم يعني عم بيطلع من فم هذا الشخص بس هاي النوعية طالما ظاهريا ممكن تتعامل معها بس أنا شو محتاج أنا بالعكس أنا مش بس بصلي وبخفر وببتسم بس خلي كلامي يكون مملح خلي كلامي يكون مصلح في نعمة دايما الكلام اللي فيه نعمة أنا بحب أكون يعني بجوار الشخص اللي كلامه حلو مش ملق أو نمام لا حلو قلبا وقالبا شكلا ومضمونا كلام فيه نعمة كلام فيه حكمة كم من الناس اللي أنقذت ناس بسبب كلمة حكمة يعني حروب يعني كانت ممكن تندلع بسبب كلمة حلوة أو حكيمة أنقذت شعوب أو زواجات أو حتى بيوت كاملة كانت ممكن تتدمر يعني أبي جيل بحكمتها أنقذت كل عائلتها كانت متزوجة واحد لقيم اسمه نابال الكرملي فأنقذت كل عائلتها بسبب كلمة حلوة كلمة حكيمة تكلمتها مع داود وكم من الناس اللي اتكلمت بحكمة أمقذت مواقف واتحررت أمور كثيرة يا نصل هيك الرب يعطينا مثل هؤلاء الناس بعدين أحباقي كلام المحبة كلام المحبة المحبة بتشفي المحبة لا تظن السوق المحبة لا تقبح لا تحتد لا تظن السوق المحبة تغفر المحبة تستر كثرة من العيوب المحبة دائما فيها تستر لكن مش أي محبة الرسول يحنى بيقول لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق لازم أظهر المحبة عفوا لأنه بكل بساطة المحبة لا تهزم لا تتقهقر لا تتراجع المحبة مثل النور عندما ترسل خيوطها الذهبية وأشععتها والمحبة اللي بتلمس كل نواحي الحياة محبة بتشفي هاي المحبة المطلوبة في هذه الأيام ربما الكلام بالخفاء بجرح أو بيقتل بس خلي بالك الكلام اللي بالخفاء هو تعبير عن مرض روحي خطير جدا مش بس السلوك بالجسد أنا بعجب من خدام اللي بتهاجم أو بتتسلط بلسانها أو بتحكي كلام جارح أنا بتعلم بتعجب على المؤمنين المسيحيين اللي بيطلع منهم كلام قبيح أو كلام لازع أو كلام مش بيبني كلام اللي بيهدم السامع بدل ما إنه يبني الشخص هذا النوع الكلام اللي في الخفاء مثل السهام مثل السهام النارية الشيطانية التي تطعن من الخلف لأنه ما بيواجهه بس بيحكوا من وراء فهي عبارة عن سهام عم تطعنك من الخلف كم من الكلام القبيح اللي قيل على آخرين دمر سمعتهم دمر حياتهم أشغالهم بيوتهم أولادهم مستقبلهم دمر كل شيء بسبب شخص لقيم مثل ما بنقول شخص مجنون بيرمي حجر في البير ودور يعني دبرها دبرها بعد هذا الأمور تلملم كل الأمور بس لهؤلاء الناس أنا كمان عاوز أشجع على فكرة قالوا عن يسوع بعلزبول رئيس الشياطين متخايل قالوا عن يسوع ألسنا حسنا قلنا أنك شيطان سامر وبك شيطان قالوا عن يسوع شيطان هو في أكتر من هيب تجريح أو تقبيح هوية بولوس الرسول هجمت مرارا وتكرارا جرحت ولكن بولوس كتب بكلام حسن وبكلام رديء أحيانا ستكون حتى كلام الحسن ويلون إن قال فيكم الناس كلام حسن الكلام اللي بينفخ الكلام اللي بيقود للكبرياء أو الكلام اللي بيخلي الإنسان ملق يتملق طبعا هذا أشر من الشخص اللي بيتكلم كلام رديء حتى خلينا أقول حتى لو سمعتك تشوهت وحتى لو أنت على حق لا تهتم لا تهتم إذا بدك توقف عند كل تهمة عند كل جرح عند كل كلمة مش راح تصل للدستنيشن مش راح تصل للهدف تبعك مش راح تحقق الرؤية اللي الله حطها على قلبك راح يكون معطلات ومفشلات لا أنس شخصية نحمية الوالي في العهد القديم كان عدة أنواع من التعيير من الثعالب من الدهاء من الكلام المحطم من الفعلي حتى حاولوا يهاجموا هاجموا سمعتوا يهاجموا أي شيء عنه طيح حبتوا العمل حتى لو هذا حدث خلي شعارك مثل نحمية إني عامل عمل عظيم نقوم ونبني يعني حتى لو سمعتك تشوهت إذا أنت على حق ما تخاف لا تهتم بس إذا أنت مش على حق فرضا أنك أنت فعلا أخطأت في الحال اعترف أتوب للرب وإحتم بدم المسيح طبعا يعني ركز نظرك على يسوع ما تركز نظرك على الظروف المحيطة صلي أنك تمتلئ من الروح القدس كمان امتلئ من معرفة مشيئته امتلئ بكلمة الرب لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى كمان اغفر بس النوع اللي بالخفاء أنت محتاج تحارب روحيا في حرب روحية شرسة بعتبرها شياطين مسلطة كتير مرات على المؤمن احتمي بدم المسيح البس سلاح الله الكامل اثبت قاوم استخدم سيف الروح الكلمة وفعلا اتسلح بالروح القدس أحبائي مكتوب بكلامك تتبرر وبكلامك تدان أيضا لأنه من فضلة القلب يتكلم اللسان سواء كلام ظاهر علني أو كلام بالخفاء كلنا مزنبون ومخطئون في هذا الموضوع وأنا أولهم تعرفوا كم واحد مننا كذب ولا تملق ولا كان مرائي ولا كان سلبي أو أو محتاجين في الحال نطلعها نغفر لأنفسنا نطلب غفران الله على حياتنا نحتمي بدم المسيح ونواجه العالم بقوة يسوع المسيح وإذا أنت فعلا من هذا النوع قوله يا رب اش في لسان اش في عيني اش في قلبي حتى أشوف كل شي جميل في الشخص الآخر أزرع بدل الكرهية محبة بدل الخصام هدوء وسلام بدل المشاكل المستمرة يكون فعلا سلام وراحة في داخلي في اسم الرب يسوع الرب يباركك إذا أعجبك هذا التأمل حط لايك وكون شريك معنا في الخدمة اخدم معنا وصل هذا الفيديو لأكبر عدد ممكن حتى الناس تستفيد والرب يحمينا من زلة اللسان ومن اللسان اللي هو نار ويتحول هذا اللسان لمجد الرب يسوع أبارك أتكلم عن الرب يسوع وأبشر فيه بالرب يسوع الرب يكون معك ن terrorists أقضق أ ambulance أبدم أ tới مستخدما أمستخدام fifteen установ أتفخد الم ext Nast شب تحيد يقصوب سنبкої an